اشتركوا في القناة وبابا مش هم وبعضها مرياج بلون ومشت على روحة كل واحدة وجينا نحن بك هاي انتي وشكون انتي بركة لين عندي اخوي اكبر مني ماما هو شي ولد بابا قبل ما يعرس بابا امي وعندي احنا مفهمنيش احكي لنا حكيتك كيفاش بالضبط احكيتي انا امي طاليا نايا بابا تونسي كتلاع بابا غدي كعرس بامي على وراق هاي عندها هي وقتها حبلة يعني كعرس بها ام كعرس بها هي معناها صغيرة وإلا اكبر منو ولا كيفاش عمانها 18 سنين سنين وبابا عمروا 21 سنين ايكها وتعرف على بعضهم غازيكا وتعلقوا ببعضهم يعني يعني من بعد كان مرياج بلون من بعد وليتا ما عادش مرياج بلون من لون كانت مفهمة على الوراق من بعد وليت جيت اينا عاد وخويا ياما وبتبيعت وكي حبلة بي امي من بعد جيت اينا وجيت اختي صغيرة طلقوا كل واحدة مشي على روحه وبابا يشد الحبسه اينا مش نحكيها مشاكل عائلية بيه اللي علينا فيها مشاكل عائلية حاجة اخرى هو يخدم فيها يعني يعني عزيزي الله يعني عزيزي الله يا رحمه نمشي ونجي وقيت عند عمتك لقيت وطوفي عمت مالا شكون معاك عرسين عرسين عمري 18 سنة في تونس كعبات من تاليا انتي كنت تمشي وتجي معني على ايطاليا عمري 15 سنة لتاليا اول مار شكون هزك فركست اينا على امي الحقانية وقت لي هزك لإيطاليا وقت لي توفى جدي اينا فركست على امي الحقانية مشيت للسفارة وفركست عليها ولا عندي بيني وبينها كونتاكت ومبعد جيت هزت صارت مشاكل لاني خطر من لون محبيش نطلع لها و ومبعد طلعت باعدة يا غادي صارت مشاكل اكثر واكثرين يا اخي مالك 18 سنين نهاري عملش في 18 سنين هبط فيه نهار 22 نوفمبر هبطت لتونس معني قبلت امك حكيت معا اي كنت نعيش انا ويا غادي ومبعد مشيت الكومونيتا شكينت علاقتكم انتي وامك كان صوت صحاب عادي يعني صاحبتي حبيتها حبيتك مش برش صارت شوية مشاكل برشا من شيك خاطر اينا محملتاش يعني المشكلة منك انتي لي محملتاش عليش محملتاش خاطر من حسيش امي اي حسها عبد يقرب لي من بعيد جي وكهو لومتها عليش تخليت عليك ما نجمش اللومها خاطرينتها ودخليتها عليدي بناس الطريق انتي مجموعة مجموعة حكايات يعني برجع حكايات انتي فيك ما عرفتش منين منين نبدأ ومنين ننكمل وقتها لومتها اي وقتها لومتها وكرهتها زيد كراهتها وكرها كبير خاطر حتى كتعرفت عليها ما دخلت ليش كأم دخلت كصاحبة يجي شديد كيفي ما عندكش دخان هاكي باك ودخان انا اتعلم فيك في التدخين خرجوا هيا تحبي وانت حمشي هيا الفلوس موجودة هيا يخرجي بارك من شديد شدة تريدلي انا وليتعقلة في امي وانتي مكش مستنسة بالعيشة هاكيك كيفيه لا انا انا شنية لا انا مستنسة تونس منتي صغيرة كيفيش مستنسة انا ديت نتكيف الدخان عملي 9 سنين وزلطلة لا يا عاد شكون اعلمك اللي حكيت هيدو او ما الحم اتعلم كل شاي طفلة انتي صغيرة معانيها في العمرة ذيك انا عشي صغيرة في الشارع من اللي انا صغيرة يعرفوني عبيدي من دور في الشارع والله بننجح من عشي كيفيش ممشيش نقرة انا وننجح ساعة ماتدهرج هذه كدن ما تراش وما تقصير يعني من عمتك اللي يرحمها ما نراش تقصير خطر عمتي دياليس مريضة وعندها اربعة ولاد في الدار عندها تلاثة ولاد وبناء وزيد في الوقت ذيك انا بديت نهيج يعني انا متنجم مريش انتي قلت لي انا مشيت بما انا بش نولي عاقل او امي زدت علمتني انا وقت اللي بديت نعقال ونريد خطر جدي مرز و جدي مرز والكل هي زدت هاي جتني انا راني بديت نريد على خطر ببع زيزي لاكتر لا اقال يا اخي جدت هاي جتني قلنا بعد هيدا الكل عمرك ثمونتاشن سنة جيت من ايطاليا لتونس اتزوجت بش كون اتزوجت اتزوجت بطفول عن علاقة حب يعني ولا هكيك يعني عبيت تتزوج وكهو نجم يكون حب نجم يكون اعجيب على خطر انا بعد جمعتين من اللي تعرفت عليه عارست بي احربيش وافق هو ولا انتي كيفش وافقت يعني انا خطر كليت تريحة في دارنا خطر يمصح بيتو معناها الزواج كان جزت غروب من العايلة هربت من هربت من العايلة مش انتي حبيت تتزوج والله ليه يعني كي جدت الحكاية ما قلتش ليه فماش عليش يعني بشو نقول ليه قبل ما نكملو نحكيه في هذا الكل التعليم والدراسة وين هم وين هما انا بطلت مستيام لهنا كملت قريت البر عامين اما يعني ما قريتش لهنا منسه مش قريت يعني انا مشي ندخل وكهونا نعدي دفوارك وما نحضرش في القراية حس عمدك في مخك ولاي؟ والله نحست عندي في مخي خطر كي نمشي نعدي وانا ما نقرنش عام الكامل نحضر فيه نهائرين ثلاثة نمشي لعدي ننجح عرست قلت لي جبت بناية وليت وليت دوبناية ومعني هيدا الكل عشت وانتي طوى عمرك 21 سنة ايه وطوى هاربة من دارين لحظة مزلنا 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 ايه بعض قضية جبت للبناية البناية عمره تسعة شهور طوى كنت طفل اكبر والدي جبته حبلت بي يعني في اول عرس جماعة العرس ما عملت عرس به يعني وإلا بلدي ايه خاطر وقتها مميت ومزلت كيت وفت هوا عرست على صنة ليه ورسوله وكهوا يعني الى اشهار لا اصلا ما يعجبونيش الفازاته ذا لا تخرج من داربوها لا لا يعجبونيش الفازاته ذا ما خاطر اصلا بابا مش موجود اميم انا مضبية محبيتش تعيش ذاك الكل وهم مش موجودين صحي خصوصا بابا خاطر ايه بخيتونتي كتبت اصداقك على صنة ليه ورسوله ايه كيفاش كانت العيشة مع زوجك لاي كانت بايه جواب بايه يعني الحمدول الله بيس وقتاش تبالبزت لومور بلبزت لومور ما جبت زو صغار ايه وزيدي الدخل وفيها برش عباد لحكا ولت لح اي حكاية الدخل فيها برش عباد من سكنتو؟ من درحماتك ايه انا نخدم بالليل وفنهاران ندور نحن نحن باحد اصلاحاتي من بيت شوية شوية؟ يعني نرقد شوية بش نجوع نخدم نخدم باللي في المعمل ماعنية لي فهمناه انو ظروفك صعيبة؟ حمدول خير من الناس وقل من الناس حمدول لاشنو تخدم اختي؟ نخدم في معمل نجوع مش نجبت اسمو نخدمه في الواحد يعني نخيطه هاي الماكينة زوجك زوجك يلا وجعليك نتصور ما عنديش تريفه كيف عمره زوجك؟ عمره 25-16 ما حاسيتش لتو ما لعبته بالعرس؟ هاي والصغار شنوه ما صير؟ هذي كان المشكلة نحبش نجبت عليها حدش عمراتهم طوى طفلة 9 شهور وطفل؟ عميق متحسش ليهم ينجموا يكونوا ضحية في المستقبل؟ هاي قاطر عشتوا لي بشي عشوهما طوى ان شاء الله ما يعيشوهوش ان شاء الله يلقاوش يكون ان شاء الله انت ترجع لهم اخليتهم غاديكا واخرجت انا متطمن عليهم عند حمات خاطرها مرأة عاملة عيلة ويعني كما اقولوا تعرف تربي صغار يعني كي نعرف اولادي ما هومشي فبلاسة بايا ما نخلي هومش شنو اللي خليك تبكي تاو؟ اولادي نقط الضعفك عندي جمعة مش هومش شنو اكتر حاجة خليتك تخرج وتخليهم؟ شنو اللي تعبك مع زوجك يعني؟ شنو اللي خليتني خليهم ونخرج عبيد ما تفهمش نسكد عريوزهم تمشي تخدم لي ما تمشيش تخدم تخرج مش تعمل دورة حتى مرة في الجمعة في الجمعتين لي ما بكش عليش خارجة يعني مش تقلق من دارك كان خرجت يعني في تقس كيمة هاكة ليه تقس بيردة عليهم صغارك كان قعدت في الدار يعني ما لازم كنهار كامل تقضي ولا دور ولا تلموا ما لازم ايش تتعب من دارهم هذي كهي ممكن ان تقول لهم بش نخرج مثلا نعمل دورة ولا بش نمشي باحظة حتى بنده هما راني مشي دي من فاميريتهم هما دو يقول لك ليه انتي سنستي بالشارع وتحبيت ارجع للشارع باتدين يقولولك في الكلمة هادية انتي بتبيعتك تربيتي في الشارع وتحبيت ارجع للشارع في شكرا؟ انا تربيت في الشارع وراني مناحش مش منو شارع بالعاكس فالشارع هو لي وصلني على سقية تاو في بلاسة اخرى بني في بلاسة اخرى الله وعنا شنو تتعمل تاو انا ركحت اموري في الليل ايش ناية في الليل ما عندي وين انبيت انبيت نخدم انا في الليل في الصباحة نصرف باحدة بناية من صاحباتي انبيت باحدة بيها بدأ الحويجة ونرجع نخدم على الهراء طوام فاركس على خدمة سديجة بالنهاء خل ما مش ترجع لصغارك ما نرجع لصغارك مسئولية را رقبتك نجم نموت انا كالنالجة غاديك عنده عادي رجلي يتباحني غادي عليش عند وين انا انا وين عندي جامع انا ايك بش نقولوا انا باحدة صاحبتي ويش صدقني ويصدقك عليقتكم كيفاش في العادة انتي وزوجك عادية عادية ما عادناش برشة مشيكل ما بعضنا نجم ترجعهم يعملك شاي لا انا نعرف بالقانون انا ما نشكيش للقانون لا ماكشفش تشكي بي لا انا ما نوصلش للقانون الله غالب نحنا رانا في حم الشعبية وكل كيكة ربينا الحاكم ما نقربولوش انتي لك بش تشكي بزوجك لحد شي خطر في النهاية في النهاية هو انتي الظالمة هوني كي خرجت من الدار انا كي نمشي الحاكم انتي عليش خرجت انا تضربت علي ذلك خرج اشتوالي ايه ضربت انتي يعني نخراج ما نضربك ما نحبش نقول انتي اليوم حذينا تحب يعني تفرغ قلبك وإلا بش توصل الميساج لشكون ما نحبش نفرغ ما نحبش يعني نوصل الميساج لشكون خطر انا ما عندي حد نحب نوصل لازمك حل اي لازمني حل انا اكتر حاجة غايدتني انهم سلافي ما كانوش سلافي بنسبة ليين كانوا اخواتي اكتر من اخواتي انا اتعرفك بيهم طيب عاللخة حميتي وحموية كيف كيف امي وبابا هي شنية صرت شوية ما شكل ما حميتي كي تعاركت انا وحميتي دخلت بعضها يعني نقول ونحنا فاميليا كامنا ما تحلق دار وفيت العيش اما لازمك حلمك شو تقعد في الشارع بيع نجم ترجع انتي وزوجك بالترادي وكل شي تصلح ما عادش يصل انتي خايفة من زوجك انا عندي طبش ادخل في الاربع سنين معارس ديما نغضب ونرجع واحد زيرا ما عندكش كون واقف معاك انا ريتي انا كنت كنغضب نمش نجي نقد في دار خالو في حومتي يعني ما عندكش شكون من عيلتك انتي عيلتك انت انا عيلتي ويلة سامحني امك ايطالية لو كويلة مش في تونس ما عندكش عمومات ما عندكش عمومات وفلي في جامف اخر عمت وفى في جامف ما كش مستحقش كون يعاونك حمدولله مستحقش كون يعاوني بذرعين يقف على السقاي برشة قوة حمدولله صغيرة في العمر ماشاء الله قوية واحد يتيح بش يقوى مش بش يزيد يبقى لو هايلك الكلمة الاخرى السلام عليكم